أتذكر الرسالة التي أرسلت للشعب الأمريكي من الملكة إليزابيث وكانت في يوم الحادي عشر من سبتمبر وسافرها جاء إلى الكنيسة في نيويورك وذكرنا بي عبارة وهي أن الموسى أو الحزن هو الثمن الذي ندفع للحب مقابل الحب والكثير منكم قد عاش أو شعر بهذا الحزن واليوم نقف لنتذكر الأشخاص المقربين من قلوبنا وامتلأ الهواء بالدخان في الهجوم الإرهابي واستمعنا للكثير من القصص البطولية في هذا اليوم المروع والقصة الأمريكية قد تغيرت في هذا اليوم وما قد غيرنا أو ما لا يمكننا أن نغيره هو شخصية هذه الأم التي اعتقد الإرهابيون أنهم يمكنهم أن يجرحوها هذه الشخصية شخصية التضحية والحب والكرم والقوة في المقاومة وفي يوم الحد عشر من سبتمبر وفي الأشهر التي تالته رأينا الأشياء التي يمكن للأمريكيين أن يصنعوها وفكروا في الأشخاص الذين تحبونهم العاديين الذين تمكنوا من صنع هذه الأشياء والذين قالوا أنهم لن يهدروا الأرواح التي فقدت حتى لا يقتل أو تفقد المزيد من الأرواح وحدث ذلك في هذا اليوم الذي استنشق فيه الأشخاص هذه الغازات غير النظيفة والتي قد تسبب التسمم ولكنهم لم يتوقفوا عن مساعدة الأشخاص المصابين في هذا اليوم على الطائر رقم واحد وثلاثة وتسعين وكانوا بصدد حرب جديدة واختاروا أن يقاوموا وأن يقاتلوا هذا الإرهاب وأن يضحوا بأرواحهم حتى لا يستخدم ذلك كسلاح ضد المزيد من الأبرياء وهنا البنتاجون الذي شهد هذا الهجوم الإرهابي المروع ومركز القيادة للاستجابة وليحماية الشعب الأمريكية الكثير من الأبطال صنعوا هنا والكثير من أحبائكم كانوا هؤلاء الأبطال وبشكل فوري الجنود بدأوا في مساعدة الأشخاص في هذا اليوم عندما انهارت الجدران وكان هناك سنتر أمريكي يأتي إلى مكتبي ورأيت الدخان والنيران وقد عادوا إلى موقع الهجوم في النيران المشتعلة لإنقاذ زملائهم وواصلت الطائرات إطفاء النيران وإخمادها حتى الليل وبقي الأشخاص وازداد تصميمهم على حماية البلاد بعد 11 سبتمبر وقالوا أنهم سيدافعون حتى في هذه النيران مهما تطلب الأمر لكي يدافعوا عن قيم هذه البلاد ودستورها وفي الأعوام التي تالت 11 سبتمبر خدم المئات من الأمريكيين في أفغانستان وفي مناطق أخرى في العالم لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن ولحماية الشعوب والكثير من من خدموا في الجيش من العائلات من عائلاتكم الذين ضحوا بحياتهم لحماية هذه البلاد ونحن مدينون لكم بدين هائل لا يمكن أن يدفع ولكننا لن نفشل أبداً في تحقيق واجباً تجاهكم وحماية منازل هذه العائلات وأن لا ننسى أبداً خلال كل ما تغير خلال الـ 21 عاماً التي مضت وتصميم الشعب الأمريكي الدائم للدفاع عن هؤلاء الأشخاص وتحقيق العدالة حيال الأشخاص المسؤولين عن هذا الهجوم وقد استغرق الأمر عشرة أعوام لقتل أسامة بن لادن ولكننا فعلنا وهذا الصيف وفقت على ضرب الظواهري رجل بن لادن الذي كان نائبه في 11 من سبتمبر ولن ننسى ولن نستسلم والآن الظواهري لا يمكن له أن يهدد الشعب الأمريكي مرة أخرى بعد 20 عاماً من انتهاء أفغانستان ولكنني أحيي هذه الذكرى وفي المبنى خلفي وعبر الحكومة يواصل الأعضاء والجنود والموظفين في مواجهة الأنشطة الإرهابية أيًا كان مكانها وسنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن الشعب الأمريكي وحيمايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر